وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْهُونَ أَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ مِنَ الْيَهُودِ لَجَمَاعَةٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ ومعنى اللي في اللغة هو ثني الشيء وتاريخ اليهود مليء بلي اللسان وخلونا دلوقتي ناخد بعض الأمثلة أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة بعد فتحها وهم يقولون حطة ومعنى حطة حط عنا خطايانا فلو اليهود ألسنتهم وقالوا حنطة ومعنى حنطة حبة قمح والعجيب أنهم ألوها بعد فترة تيه طويلة جدا وبعد نصر الله لهم على العماليق وفتح الأرض المقدسة ده حتى اليهود اللي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كانوا يتعمدون لي اللسان فكانوا يقولون للمسلمين السام عليكم ومعنى السام الموت فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول وعليكم وخد عندك كمان كان من كلام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين ينزل الوحي راعنا ومعناها في اللغة العربية ترفق بنا وتلطف بنا أما في لغة اليهود فكلمة راعنا تحمل معنى قبيح فيه إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم فكان اليهود يتعمدون لي ألسنتهم بتلك الكلمة ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا فنهى الله عز وجل عن قول تلك الكلمة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا طيب إلا ممكن يترتب على لي اليهود لألسنتهم حين يقرؤون الطورة ليوهموا غيرهم أن هذا من الكلام المنزل وأنه من الطورة وما هو من الطورة في شيء ويقولون هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى وهذا أعظم جرما ممن يقولون على الله بغير علم لأنهم جمعوا بين نفي الحق وإثبات الباطل يعني نقدر نقول إن دي جريمة مع صبق الإصرار والترصد فكان الرد الإلهي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب فقط لأجل دنياهم وهم يعلمون أنهم كاذبون ومن يكذب على الله انتظر منه أي شيء وإن كانت الآية الكريمة نزلت في فريق من اليهود فإنها أيضا تشير إلى كل من حرف كلام الله بلي اللسان في كل زمان ومكان ليس الموضوع حصر فقط على أحبار اليهود بل يشمل أيضا رهبان النصارى اللي قاموا بلي ألسنتهم وحرفوا الإنجيل وبعض علماء المسلمين الذين يلون ألسنتهم ويحرفون معاني القرآن الكريم والمصيبة الكبرى أنه ينتج عن لي لسان إضلال الملايين من البشر يا طرح حضرتك عرفت دلوقتي السبب في تفرق المسلمين وتشتتهم طب وإيه اللي ممكن نعمله زي ما حضرتك عرفت حاول تعرف غيرك وانشر على قد ما تقدر العلم النافع في كل مكان ليس أقل من نشر العلم النافع على كل وسائل التواصل الممكنة ليعلم الجميع وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون